لأنه يوجد 4 رائعات ويجب أن نعرف ذلك لأننا لدينا إظهار حلقي لدينا إضغام لدينا إقلاب لدينا إخفاء حقيقي ولكن أولاً يجب أن نعرف ما هو نون ساكينة و ما هو تنوين ثم سوف نبدأ إن شاء الله أولاً، ما هو نون ساكينة؟ نون ساكينة هو نوع نون الذي لا يوجد حركة نا 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 وذوت حركة و ذوت فتحة ضمّة أو كسره هناك بعض المثال من نون ساكينة تسمع هذا منهم نون هنا لا يوجد حركة لا فتحة، لا ضمّة، لا كسره لا يوجد سكون حتى لو لا يقرأ سكون لكنها ساكينة و ذوت فتحة ضمّة أو كسره مثل أنفسهم نون هنا ساكينة و ذوت حركة من يشاء مثل هذا من نون ساكينة و ذوت حركة من عن مثل هذا حسنا يا أخوات نحن نحن إلى تنوين 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 عليمن حكيمة عليمن تنوين فتحة سميع بصير تنوين ضمّة يومئذ ناعمة يوم إذن تنوين كسره يوم إذن تنوين كسره It has two slashes Two كسره Under the letter ذال يوم إذن ناعمة هذا هو تنوين كيف حالات نون ساكينة و تنوين نون ساكينة و تنوين هناك 4 عقلات عن هذه الناس نون ساكينة و تنوين لديها 4 عقلات كما قلنا قلنا قبل ايضهار الحلقي الثاني الادغام الثاني الإقلاب الثاني الإخفاء الحقيقي حسنا برس لنبدأ إن شاء الله نون ساكينة و تنوين الادغام الحلقي ماذا يعني بإظهار حلقي؟ إظهار حلقي يعني ثروتال كليرنس ثروتال كليرنس ماذا هي تفعيلة ثروتال كليرنس؟ ماذا هي تفعيلة إظهار حلقي؟ عندما نون ساكينة أو تنوين is followed by any letter of six letters of إظهار نون ساكينة أو تنوين must be clear must be recited clearly without stopping without غنى here are the rule or definition of إظهار حلقي what are the letters of إظهار حلقي؟ what are these six letters؟ six letters of إظهار حلقي are همزة هاء عين حاء غين and خاء if نون ساكينة أو تنوين is followed by any letter of these letters we make إظهار what is meant by we make إظهار؟ we make نون ساكينة أو تنوين pronounced clearly the reciter must recite نون ساكينة أو تنوين clearly because it is followed by a letter of إظهار examples of الإظهار الحلقي the first example is قولا غيرا قولا has تنوين فتحة it is followed by the letter غين so we must make إظهار here without غنى قولا غير قولا غير like this the second example لطيفا خبيرا لطيفا has تنوين فتحة and it is followed by خاء of course خاء from the six letters so here we make إظهار حلقي without غنى without complete غنى لطيفا خبيرا if you said like this لطيفا خبيرا of course this is not correct it's not correct to recite it like this because it has no complete غنى here لطيفا خبيرا the third example عليما حكيما عليما حكيما عليما has تنوين فتحة and it is followed by so we must make إظهار here without غنى عليما حكيما سواء عليهم سواء عليهم سواء it has تنوين ضمة and it is followed by the letter عين so here is إظهار حلقي سواء عليهم there is no غنى another example أنعمت أنعمت نون ساكنة consonantal نون without حركة it is followed by عين the letter عين in one word أنعمت أنعمت there is no غنى here you shouldn't say أنعمت or أنعمت it is not correct أنعمت 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 عليهم in سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم like this من حكيم this is another example من حكيم من it has known ساكنة and it is followed by حا حا letter and it is from the six letters of إظهار so we must make إظهار here without غنى من حكيم من حكيم without stopping brothers and sisters if you are following me inshallah today we started إظهار حلقي the first rule of نون ساكنة and تنوين pay attention to the letters of إظهار